ايضا عندي الحقيقة برضو من ضمن الاخبار الكويسة وزارة الزراعة اعلنت صدرات مصر الزراعية تجاوزت 5 و 6 من 10 مليون طن منذ بداية العام الحالي يعني النهاردة احنا في شهر 8 اكيد الكلام ده معمول لغاية شهر 7 وصلنا الـ 5 و 6 من 10 مليون طن منذ بداية العام الحالي وقالوا الموالح بتتصدر صدرات الزراعية بقيمة 2 مليون طن وشوية وبعدها البطاطس وزراعة بتقول صدرات مصر الزراعية تجاوزت يعني 5 و 6 من 10 مليون طن البصل في المرتبة الثالثة بعد الموالح والبطاطس ده تقرير تلقى علاء فاروق وزير الزراع وصلها الاراضي والتقرير من الدكتور محمد المانسي رئيس الحجر الزراعي حول اجمال صدرات مصر الزراعية اللي تجاوزت 5 و 6 من 10 مليون طن من اول يناير حتى 12 اغسطس 2024 بنصدر موالح بطاطس بصل عنب فاصوليا بطاطا مانجو طماطم توم فراولة جوافة رمان واعتقد انه المفروض وانا بطالب يعني وبقترع على وزارة الزراعة يترجمونا الرقم 5 و 6 من 10 مليون طن الى مبالغ يعني بكام الخمسة طن دول و 6 من 10 جابولي كام دولار 5 مليار دولار 6 مليار دولار 7 مليار دولار لانه كفاءة التصدير هتبان مننا لانه سعر طن الصدرات في مصر خلال الفترات الماضية كان في متوسطه 500-600 دولار للطن يعني لو بصدر 5 و 6 من 10 مليون طن المفروض في 500 دولار او 600 دولار المفروض لكن الدول الاخرى زي ايطاليا مثلا متوسط سعر طن التصدير كله في بعض يعني باكت جي كده صدرات زراعية حوالي 1000 و 1200 دولار فكان المطلوب ان احنا نرفع كفاءة صدراتنا انه طن يعني الخمسة و 6 من 10 مليون طن يعملون للمفروض معرفش الرقم حسابيا كام اضربها في 1000 على طول يعني يعملوا 5 مليار يمكن 5 مليار وشوية لكن احنا اقل من كده ليه لان احنا صدراتنا اما سعرها مقفض اما بصدرها بحالتها الاولية ما بعملش على عملات تصناعية معرفش يعني هذا الكلام لكن في كل احوال تعميق الصناعة في مجال الزراعة وتوطين الصناعات في مجال الزراعة وتحويل هذا الكم الهائل وده نجاح لوزارة الزراعة الحقيقة ونجاح ليه الناس اللي شغالين على عندنا بقى سخافة تصدير في الزراعة 5 مليون طن ده رقم كويس جدا مين يا جماعة من الدول بتصدر حاصلات الزراعية دلوقتي وخضروات في ظل الظروف الصعبة اللي احنا فيها طاقس زفت ومناخ متغير وشح مياه والدولة دي بتصدر 5 مليون 6 من 10 طن هنوصل لاخر سنة ان شاء الله ل 8 وتسعة باذن الله ده معناه نجاح للمنظومة الزراعية ونجاح لمنظومة التصدير ونجاح لوزارة الزراعة ونجاح لوزارة التجارة ونجاح للجماعة المستثمرين في مجال الزراعة لانهم معظمهم قطاع خاص بقول احنا عايزين بقى نرفع الكفاءة ما نخبطش في بعد بقى فيه منظومة يقعد حسن خطيب وزير التجارة والاستثمار ومعالي وزير الزراعة وعلاق فاروق ونقعد نشوف قلية ان احنا نرفع من قيمة صدراتنا بدل ما بتجيب لي رقم اكس يجيب لي اكس بلاس لانه احنا صدراتنا الزراعية رغم الصعوبة في الوصول الى الاسواق الاجنبية الا انه اعتقد لاخبطة المناخ في العالم تدي فرصة تدي اولوية لصدراتنا وموضوع تطوير المعامل الزراعية والمعامل اللي تشغل في الاغذية وتكون معتمرة دوليا اعتقد ايضا ده جزء من المسئولية خلال المرحلة القادمة لكن في كل احوال يعني ده خبر من الاخبار الايجابية زيادة الصدرات الزراعية في 8 شهور او 7 شهور و12 يوم الى 5 و 6 من 10 مليون طن كان نفسي بس اعرف بكم دولار لغاية دلوقتي ايضا ارتفاع قيمة صدرات مصر الكيميوية الى 4 مليار دولار اهو ده جاب لي الدولارات على طول ده في النص الاول 24 المجلس التصديري للصناعات الكيميوية والاسمدة برئاسة خالد ابو المكارم قال انه قد بلغت صدرات الصناعات الكيميوية خلال النص الاول 24 الى 4 مليار دولار تحتل بذلك المرتبة الثانية من اجمال الصدرات المصرية غير البترولية بممثل 20% من اجمال الصدرات المصرية غير البترولية وذلك وفق البيانات الهيئة العامة للرقابة على الصدرات الوردات المصرية حتى شهر يونيو 24 طبعا يعني صناعة البلاستيك والبيترو كيمويات والمنظفات والاحبار والدهانات والمطاط كل ده بنصدره تحت اسم الصناعات الكيميوية طبعا اول دولة بنصدر لها في هذا الاطار التركية وايطاليا بعدها وايضا اسبانيا والسعودية وفرنسا والبرازيل وليبيا وسوليفينيا والمغرب وايضا بلجيكا دول عشر دول اللي بنصدر لها بربعة مليار دولار منتجات كيميوية يبقى عندي ان شاء الله باذن الله على اخر السنة يوصل الاربعة يبقوا تمانية باذن الله انا متوقع ان السنة دي تزيد نسبة الصدرات عن السنة اللي فاتت بـ 20% يعني ان شاء الله ايضا في حزمة الاخبار